اكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة أهمية بناء قدرات الكوادر الصحية وتأهيلها من خلال البرامج التدريبية المتكاملة المبنية على أسس علمية واحترافية جاء ذلك خلال استقبال سعادتها للدكتور أحمد الكمال وكيل وزارة الصحة لقطاع التخطيط والتنمية الصحية في الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك على هامش مشاركة كوادر يمنية في البرنامج التدريبي حول تطوير القيادات في المجال الصحي الذي انعقد في مملكة البحرين خلال الفترة من السادس عشر إلى العشرين من اكتوبر الجاري وخلال الاجتماع تم استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي بما أشهد وكيل وزارة الصحة اليمني بما يشهده القطاع الصحي في البحرين من تطور وتحديث مستمر مشيرا في الوقت نفسه إلى دور المملكة في دعم القطاع الصحي بالجمهورية اليمنية